بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سعيد أن أتقي بكم في هذه الساعة المباركة وأدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يصطر عيوبنا وأن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أمين نقف في هذه الحلقة وربما نستكمل في حلقة أخرى إن شاء الله مع نداء عظيم من رب العالمين لعباده المؤمنين يقول الرب جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم يا أيها الذين آمنوا عندما ينادي الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان خصيصا فهو يناشد فيهم الإيمان ما أرشي يا أيها الناس استعينوا بالصبر والصلاة لا إنما قال يا أيها الذين آمنوا فيا أيها المؤمنون أنتم أهل لهذا النداء أنتم أهل لهذا التكليف أنتم أهل لأن تنجحوا في الابتلاء استعينوا لتنجحوا فيه بالصبر واستعينوا بالصلاة واعلموا أن الله مع الصابرين سنكت مع كل هذا لكن على أي شيء يصبر الإنسان بعض الناس ربما يعتقد أن الصبر إنما يكون على البلاية على المصائب على الشر قطعا هذا أمر يحتاج مننا إلى صبر بالتأكيد وإلى رضا قطعا لكن هل هذه هي الصورة الوحيدة من صور الابتلاء بالتأكيد لا ده إحنا لدينا أربع صور للابتلاء لن أكون مبالغا عندما أقول لكم هذه هي صورة الدنيا من صور الابتلاء الدنيا يا مولانا أيوة يعني فيما هو أعلى منها طبعا ده دي إحنا بنرتب صور الابتلاء من واحد لأربعة لتجي رقم أربعة عندنا واحد هو الأعلى رقم اتنين يجي بعديه هقول لك ساعتها إنه الصبر أو مش الصبر بقى يبقى هنا الصبر على الابتلاء الاختبار ده والنجاح فيه بالصبر هيبقى عندي الابتلاء بالنعم صورة تانية من تحت من الأدنى الابتلاء بالنعم ودي عايزة مننا شكر يجي فوقيها رقم اتنين بقى الأعلى منها الابتلاء بالنواهي ما تشربش خمرة ما تزنيش ما تجدبش ما تغضرش ما تخنش ما تقزيش حد ما تظلمش كل دي ابتلاءات قطعة وده يجي رقم اتنين في الدرجة أيوة يسبكوا بقى يريد تكونوا هارفة لوحديكم فكروا كده اللحظة هيبقى إيه رقم واحد وأعلى حاجة في الأربع صور الابتلاء بالواجبات والمفروضات إنك مطلوب منك تصلي كل يوم كل يوم كل يوم خمس صلوات وتصليها في موعدها وحبّدها لو تصليها جماعة في المسجد شوف مطلوب منك إيه يبقى الصلاة خمس مرات في اليوم تعافض عليها في موعدها وحبّدها لو في جماعة وحبّدها لو في المسجد كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم مطلوب منك تنجح الفجر في أنك تصليف معاده تنجح الظهر في أنك تصليف معاده مهما كان وراك تنجح العصر في أنك تصليف معاده تنجح المغرب صليف معاده تنجح العشاء الصلاف معادها ومع ذلك عندنا مفروضات كثير أنك تبقى صادق في كل لحظة أنك تبقى أمين في كل لحظة أنك تبقى مراكب لله سبحانه وتعالى فلا تفعل ما يعني فلا تفعل عكس ما أمرك به في كل لحظة ابتلاء عظيم جدا وهو الابتلاء الأقوى والنجاح فيه هو أحب شيء إلى الله أه أركزه في دائوي النجاح في هذا النوع من البلاية والاختبارات هو أحب عمل تعمل لربنا سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى في الحديث الكدسي الصحيح ما تكرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه نقوله تاني هذه الصحيح بداية وهي ما تكرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتكرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث تفاهمين يعني إيه؟ إن أحسن عمل تعمله أحسن عمل ربنا بيحبه لك تؤدي المفروضات أدى أعلى درجة من الابتلاء ولي تحتاج مني إيه؟ إلى عزم عزم في القيام بهذه المفروضات يقوم ربنا عينك عليها وتحافظ عليها فالنجاح فإنك تؤدي المفروضات ده شيء عظيم جدا أوعى تستهن به أوعى تستهن به النجاح في أداء المفروضات أمر عظيم ونتيجة رائعة لا تستهن بها ودي على فكرة بأكده ده أعلى صورة من صور الابتلاء أن تبتلى بالمفروضات فتأتمر بأمر الله وتؤديها على النحو الذي يريد الله صلاة صياما زكاة صدقا أمانة خلقا بشكل عام معاملة بشكل عام إتقان للعمل أشياء عديدة جدا إذن ده أنت في كل لحظة مبتلى أيها والله إن أدى معايد وأجي فيه إنه أنا ماشي في طريقي أكون أمينا ولا أكون خائنا ببصري مثلا فأنظر إلى الناس ولا أؤذي أحدا أن تأتي الصلاة في موعدة فأأديها أن أقول الكلمة الطيبة لا أقول الكلمة الخبيثة أشياء عديدة تفي كل لحظة مبتلى بهذا النوع يجي بعديها على طول المنهيات والمحرمات تقولي وده كمان ده صعبة طبعا صعبة لأنها كتيرة كتيرة ونحن في زمان للأسف النفاق صار فيه أيصر من الإيمان الصادق كان زمان أيام صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق عمل صعب أيوة يعني بيداروا بنفاقهم نحن دلوقتي للأسف الإيمان هو الصعب وده يخلينه ويخليك تنتبه لأنك لما تتمسك بدينك تتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أجر الواحد منهم كأجر خمسين شهيد منكم خمسين شهيد منكم يعني من الصحابة هو بيخطب الصحابة وكذكر إخوانه اللي هو إحنا قوم يأتون من بعدي لم يروني يأتيهم كتاب بين دفتين وقالوا هذا كتاب الله جاء بها رسول الله فإحنا أمنا بالكتاب ولم نسمع النبي الكريم يقرأ به لأننا أصلا أمنا بالرسول ولم نره عليه الصلاة والسلام ولم نرى معجزات على يديه لكن جاءنا الكرآن الكريم والحمد لله وأدركنا أن المعجزة الخالدة وأمنا بالكرآن وأمنا بهذا الرسول إلى آخره فيقول أجر الواحد منهم كأجر خمسين شهيد منكم لحد الصحابة مستغربوا وقالوا يا رسول الله منا أم منهم منا أم قال بل منكم ليه أنتم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون فنحن عندما نكون في زمان لا نجد فيه أعوانا على الحق ونستمسك بالحق ونبتعد عن الباطل في الوقت اللي الباطل في بيو حاصرنا لأنتم تبقى فتح التلفون عشان تعمل مكلمة مكلمة بريئة جدا تلاقي جايلك إشعار عن فيلم أو مسلسل أو مشهد أو أولى آخره فشيطانك يغلبك فأنت في امتحان طب أفتح لي ولا مفتحش عارف من الإشعار أنه شيء سيء فتكابد وتجاهد نفسك وتجاهد شيطانك الأمر منك يحتاج إلى صبر طبعا إلى نجاح فإنك لا تفعل هذه الخطيئة أو أبغرها من الخطايا إلى آخره يجي رقم 3 زي ما قلت لكم الصبر أو التعامل مع الابتلاء بالنعم وما أكثرها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والمسلم مطالب عندما يبتلى بالنعمة أن يكون شاكرا وخلي بالكم النبوة ذكرت لي الابتلاء بعملتين أو بعملة ذات وجهين مرة أقول النبوة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لي الابتلاء كعملة ذات وجهين فقال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير خلي بالك إن أصابته سر شكر فكان خير الله أصابته ضر صبر فكان خير الله أدي العملة أهي واجه ملك وواجه كتابة شل الملك وحط مكان الابتلاء بالخير شل كتابة وحط مكان الابتلاء بدضه بالشر بالمصيبات فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخير والشر كوجهين لعملة واحدة ككف في يدك ظاهر وباطن ظاهر وباطن هذا الظاهر أهو يعتبر هذا ابتلاء الشكر وباطن الكف يعتبر ابتلاء الضر وذكر إن الاثنين ابتلاء صلى الله عليه وآله وسلم فيقول عجبا لأمر المؤمن أصابته سراء نحتاج هنا إيه عشان ينجح قولوا 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 ربنا هيكرمكم هتقولوا صح إن أصابته سراء عشان ينجح شكر طيب أصابته ضراء صبر فأنت مبتلى في الاثنين زي ما كنت مبتلى في فعل المفروضات وترك المحرمات وباختصار تاني تاني عشان نبقى فهمين القصة دي يبتلى الإنسان بالمفروضات والنجح فيها حاضر سمعنا وقطعنا وننفذ على الوجه الذي يريد الله ونستعين بالله على ذلك وندعوه اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني أداء العبادة بإحسان يا رب أنت اللي هتعين على ذلك المفروضات وبعدين المحظورات أو المحرمات النجح فيها يكون بالترك والامتثال والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى مهما كلف الأمر رقم ثلاثة النعم اللي ربنا بنعم علينا بيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اوع تحصوها بس أسلفنا أنا غاني وأنا لأه أو أغنى مني فأنا عنده عيال وأنا ما عنديش ما تحصرهاش في ده النعم ربنا قال عنها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فما تحصرهاش في حاجة فلو قلت عندك في جانب ولا جانبين ولا عشرة ولا حتى عشرين لا نعم الله أصلا لا تحصى وتحتاج إلى شكر ده النجح فيها بالشكر وبعد أن يجي الابتلاء بقى بالضر ويحتاجوا مننا إلى إيه صبر وهنا جاء الخطاب لأن بعض الناس فهم يعيني هو الابتلاء بالضر ده هو الابتلاء ما فيش غيره الناس فهمة كده ونسيت أن كل أدان ينادي عليك المؤذن حي على الصلاة أنت مبتلا أن كل وقت مطلوب منك تؤدي فيه واجبا أنت مبتلا واجب بقى في بيتك واجب بر بيتك واجب نحو أهلك نحو أخواتك نحو جيرانك نحو زملائك أنت مبتلا تفعل أو لا تفعل وكمان لما هتفعل فعلته لله أم ليقال أنك فعلت أنت بخيل أنت بخيل حجم ابتلاءك ده كل لحظة والله في كل لحظة طيب هنا الخطاب على كل حال هو حديث عما يعتقده الناس أو يظنونه أنه هو ده الابتلاء هيا ده المصيبة النقص بقى والأخذ والسمها الضر فيقوم يقول لي يا مسلمين يا أهل الإيمان أنتوا لوحديكم مش هتقدروا الله طيب لما احنا الوحدان مش هنقدر بتكلفنا بيه يا رب لا ما أنا بكلفكو بيه وهعينكو عليه فاطلبوا العونة بقى مني الله أكبر الله أكبر استعينوا كلمة الألف والسين والتاء في أي كلمة أي فعل لما يسبق بالألف والسين والتاء بنسميهم للطلب زي استغفروا أي يطلب مننا أن نقول أستغفر الله أستغفر الله نفسها معناها أطلب منك المغفر يا رب الألف والسين والتاء للطلب فاطلبوا العونة أطلب العونة من مين من ربي وسلتوا إيه وقال للصبر والصلاة الله هو أنا باستعين بالصبر على الصبر قال لي ما هو حضرتك لما تستعين بالله سبحانه وتعالى وطا تصبر تفتعي للصبر هيصبرك ربنا أو اوعى تفكر حضرتك أنك أبو علي يعني آسف مع تقدير لأي حد بيقنى أبا علي أو اوعى تفكر أنك أنت يعني قوي وشديد وما يهمكش ومهما تنزل من بلايا لا لا أنا أدهو أدود ده أنا جبل اوعى اوعى والله أنت أقوى من موسى أنت أقوى من إسماعيل أنت أقوى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما حصلش ولا احنا شعر في صدورهم عليهم أفضل الصلاة وأتمي السلام جميعا وإخوانهم الأنبياء والمرسلين يا رب وحشرنا في زمرتهم اللهم أمين سيدنا موسى لما الخضر يقول له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة أنت مش تقدر تتبعني إزاي وقوى سيدنا موسى بقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا فقال له أنك لن تستطيع معي صبرا وقال له يعني ما تزعلش أنا مش أصدي أقلل من قيمتك ولا حاجة أنا مش عاوز أن أنا أقول أنك أنت أليل ولا أنك ضعيف في العزيمة لا أنا بل تمثلك العزر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة دي حاجة فوق التخيل والتصور انت هتشوفني مثلا يعني وانا بقت الغلام وده حاجة اللي واحد يسكت عليها الله ده أنت لو ماشي في الشارع يا راجل ولقيت حدي بضرب قطة بضربها بس مش بقتلة ولا برميها بحجر تقول ليه بكده يا ابن دروح تتأذى حرم عليك طبعا لو لقيت حدي بضرب طفلي بقى يعني بالتأكيد يبقى عندك يعني حمية أشد وغيرة أشد إزاي تضرب طفلي يعني ما بالك اللي بيقتل انت بالك انت بالموضوع آهو 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 يروح لويها كده مطلع راسه خلاص شكرا قصر رقابته قدام موسى فازاي هيسكت انت متخيلين طبيعا مش هيسكت أي حد فعشان كده الخضر بيلتمث له العزر بقول له أنا بيلتمث لك العزر وكيف تصبره على ما لم تحط به خبرة هو آهو آهو انت هتشوفني وانا بعمل ده تقول لي ازاي تقتل غلام ده انت انسان شرير ما اللي بقى لك صالح ازاي ازاي تبقى رجل صالح وطيب وبتاع وجيل على غلام وياريت حتى رجل بشنابات زي حالنا كده وشاب ولا بتاع عمل مصايب ومعاصي مثلا ما احناش عارفينها فيستحق القتل فبيقتلوا عقوبة لا 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 ده لسه غلام يعني الصحيفة بيضة يعني الواد ما عملش حاجة عشان كده سيدنا موسى حتى بيقول له اقتلت نفسا زكية زكية بغير نفس مش حد زي حالنا كده فيقول لك اه يا عم انت عم مش عارفوا عمل ايه اه انما ده غلام لسه صبي عيل لسه تحت سن التكليف ايوة هو قاتلوا تحت سن التكليف فقال له اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرة ده شيء منكر عويم في النهاية سيدنا موسى يقول له ايه لما الخضر بيقول له انت مش تصبر لانت استطيع معي صبرا وبالتمسة للغذر مش عشان لك ضعيف لا انت مكلم نبي عظيم رسول من قولي العزم من الرسل انت عارفين يا اخوانا رسل الله المثكون في القرآن 25 طبعا الرسل الذين ارسلهم لا اكثر من ذلك بكثير وربنا قال لنا كده ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما الخمسة عشر ما تكون في القرآن دول منهم خمسة القرآن وصفهم بأنهم قولي العزم قولي العزم يعني ايه؟ يعني فيهم جلد وقوة وارادة عظيمة جدا وتحمل للبلاية والمصائب فربنا بيقول لسيدنا النبي خليك زيهم التحك بهم خليك من قولي العزم دول اصبر زي ما صبروا من الخمسة دول؟ طبعا على قصهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام صار منهم؟ عندنا ابراهيم عندنا موسى عندنا عيسى عندنا نوح إذن موسى من قولي العزم يعني الجلد والقوة في التحمل وبذات تحمل الابتلاء والصبر مع ذلك لما الخضر بيلتمس للعذر بيقول له إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا يقوم يقول له سيدنا موسى ستجدوني إن شاء الله شوفوا الأدب شوفوا الأدب شوفوا الطلب طلب في صورة استثناء أنا بالوحدي مش هتلاقيني صابر طبعا أنا مش هقدر بس إن شاء الله هيصبرني لما ربنا يشألي إن أكون صابر هصبر هنا محل الشاهد اللي عاز أوصله لكم إنك ما تعملش فيها أنا آسف جدا البطل لأ ده أنا جبل ده لو ألولي عيلتك كلها ماتت أنا ولا تهز أنا صابر أوعى ونسأل الله العافية ولا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لا كنتموا فاثبتوا خلاص ما تتمناش الابتلاء لكن إذا وقع استعينوا بالله اطلبوا منه اطلبوا منه خليك زي يموت ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إسماعيل لما أبوه وأبوه عارف كويس أوه ومرب مين مخلف منهم رب مين وبيقوله إيه يا ابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يقوم يقوله يا أبا تفعل ما تؤمر وما سكتش كده عن تري وده ما تنفعش من سيدنا إسماعيل بالتأكيد المترب على إيد النبي عظيم الخليل سيدنا إبراهيم والزوجة العظيمة ستين هاجر فيقوم يقوله ستجدوني إن شاء الله من الصابرين إن شاء الله قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين ده سيدنا النبي نفسه ومن رسول الله يا أخواننا من تعرفين سيدنا النبي نفسه لما القرآن ينزل يقوله في آخر سورة النحل وارجعوا لها آخر آيات في سورة النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين كمل ما تؤفش هنا ربنا ربنا يقول لسيدنا النبي واصبر كمل وما صبرك إلا بالله الله أكبر يا رب نستعين بك فأعن على كل شيء يا رب لا حول لنا ولا كوة أعطنا الحول وأعطنا الكوة وأعطنا العول والمدد منك يا رب أمدنا بمددك يا رب العظيم وأعطنا من فضلك وأعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أمين على فكرة آيات دي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما أوذي إذاء شديد جداً في أحد وكان يعني من أعلى درجات الابتلاء اللي حصلت له في أحد هي مش بس الهزيمة مش بس استشهاد سبعين ده كمان إن من السبعين دول سيد الشهداء حمزة حمزة وظل عنه أرضا كان بيحبه حمزة كتل في هذه المعركة بحربة وحشي وراحت هند وطبعاً هند كان أسلامت يوم الفتح فأصبحت رضي الله عنها في اللحظة كانت لسه كافرة راحت هند فبكرت بطنه بعد ما مات راحت راحت بالخنجر بتاعها فتح بطنه وامطلع الكبد وأخذ التاكل فيها وتعضعت فيها لكن ما قدرتش طبعاً يعني تبتلعها فلفظتها فالنفس لما رأى هذا أقسم عليه الصلاة والسلام بأنه إذا أمكنه الله سبحانه وتعالى من هؤلاء القوم ليمثلن مش بس يقتل ده كمان زي ما هم مثلوا بحمزة هيعمل زيهم ليمثلن بسبعين حمزة قدام سبعين النبوة نبو بالتأكيد بس دي حالة حصلت الحالة دي حصلت من سيدنا النبي ومن القرآن ينزل يضبط سلوك النبي أهو ماله مهمين لي بربيه من الذي يؤديبه إنه ربه مش أي حد ده مكانة عظيمة جداً فربه ينزل له قرآناً يقول له وإن عاقبتم لو افترضنا حتى أنك أتعاقب يبقى بمثل ما عاقبتم به واحد اللي عمل كده هو اللي اتعمل فكت القاتل اللي مثلت وخلاص إنه ما سبعين ليه تخيل مع أن ربنا عز وجل بالتأكيد يبغض هؤلاء المشركين ويبغض هؤلاء الكافرين بس النبوة لازم تبقى مثالية في أخلاكها وبعدين شو بقى التركي في المثالي يوم يقول له وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أنا وإنت حضرتك نبقى قدام الخيارين يختار الواقعية بإني اللي شتامنا اشتمه اللي ضربني أضربه زي ما ضربني كصاص المثالية أو أختار المثالية إن أنا خلاص أسكت أعفو لا هشتم ولا هضرب ولا هاخد حتى فلوس هسامح واحتسب عند ربي واستنى يوم القيامة بقى أخد حسنات قد كده جميل هل النبي عليه الصلاة والسلام ترك له الخيار ده سؤال موجه لحضراتكم هل النبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ترك له الخيار كما ترك لنا إحنا الخيار ما زال متروك لنا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر لحد كده ده خيار بس النبوة الحقيقة لم يترك لها الاختيار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمقامه الرفيع لم يترك له الاختيار إنما اختار الله له وصدر الأمر الإلهي باختيار واحد مش باتنين بواحد بس هتعمل ده بس اللي هو إيه واصبر وشانا قلتلكم وإن عاقبتم ربنا عزيزي يعني سبحانه وجل في علاه وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير الصبرين بس أنا بقى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختر لك خيار واحد اللي هو إيه وبأمرك به أصبر طبيعي النبي عليه الصلاة والسلام له طاقة وله تحمل طبعا فيقوم ربنا يطمنه وقل له اطمن المضوع مش عندك انت المضوع عندك بقراتك بس وإحنا نباب أولى يا سالم انت كل اللي عليك انك تختار وربنا سبحانه وتعالى هيعينك على اختيارك فإذا اخترت أن تصبر وأن تسامح وأن تعفو اطمن هيعينك هيوفقك هيكرمك هيحبب إليك العفو هيعينك على الصفح عشان كده ربنا قال له واصبر نكمل بقى وما صبرك إلا بالله دي النبوة ما يقدرش لوحده لوحده رح قال عليه الصلاة والسلام فوق الدماغنا سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأمثلنا بسبعين لكن بربه يتقله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر بتطمن وما صبرك إلا بالله شوف حتى كمان أسلوب الحصر زي ما بنسميه نسميه أهل اللغة يعني أنت هتتخلى عن جهدك هنا بقى مالكش دعوة بس إن وإنك تصبر إن وإنك تعفو وتسامح ومالكش دعوة اللي جايه مش عليك بقى دعالي ربنا طبعا كله على الله بس إرادتك تتوجه نحو إنك تعفو نحو إنك تصبر هنا يعينك الله على الصبر ويصبرك ويكون العون من الله ولهذا جاء النداء يا أيها أيها الذين آمنوا استعينوا أطلب العونة بإيه يا رب الصبر والصلاة طب يعني إيه أطلب العونة بالصبر إحنا عافين الصبر ثلاث حاجات الصبر معناه الحبس والإمساك امسك لسانك ما تخليش تتكلم ما عودش يشتكي ما عودش يمين وشمال الحقوني شوف حصل إيه الحقوني حصل إيه آف لا أنا حصل لي كذا إنت مضرتش اللي حصل لي شوف ش اللي جرالي شوف ربنا عمل فيي إيه إيه عمل إيه ده لا امسك لسانك تماما تقول لي يعني ما فضفطش وزمانك للأسف للأسف الله يسمحهم مشيخنا أو بعضهم يعني لا مش مشيخنا أخواننا الطيبين ربنا يكرمهم يا رب لو كانوا مشايخ حقيقة ما كانوش عملوا ده قولك فضفض اتصلوا فضفض قول اللي عندك قول مصيبتك لا والله لا والله إنما شعارنا شعار يعقوب إنما هه أشكو بثي وحزني إلى الله فقط فقط أفضفض مع مين مع ربي بس تدمع عيني أبكي بكأمر بخشوع لله بتضرع لله لربي مش أكتر لا لولد ولا لأب ولا لأخ ولا لأخت ولا لزوج أو زوجة ولا لجار ولا ولا لأحد إنما فقط زم سيدنا النبي كده يعملوا فيه اللي عملوا في الطائف ما جمعش الناس وقعد يعني ولول لا لما رفع ديه إلى السماء وهو مسن الظهره على الحائط أو البستان اللهم إليك أشكو إليك ضعف قوتي وكل تحيلتي والآخر يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يا رب بس ما يكونش اللي بحصل لده نتيجة غضب منك بس ده اللي يهمك ودي شكواك فقط إلى ربك فقط هنا يأتي المدد ويأتي العون ويأتي الفرج وتأتي السكينة اللي ربنا هينزلها عليك إلا هيئلها لها بعد شوية وهنتكلم فيها في الحلقة الجاية بإذن الله بالتفصيل إلا هيقولها ساعتها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة يعني برضو من ربهم وأولئك هم المهتدون تخيل إما هتشتكي بس لربنا ربنا هيصلي عليك إذا ما بصلي على نبيه ربنا هينزل عليك رحماته فلما ينزل بك رحماته كيف الحال؟ خلاص السكينة والسكن والهدوء والطمأنينة فيراك الناس مبتلا بالضر وأنت ترى نفسك مبتلا بالنعمة فتتحول من كونك أمسكت لسانك عن الشكوى وأمسكت يدك عن شق جيب أو فعل مكروه وأمسكت نفسك عن الجزع تحولت من مجرد أنك ممسك هائذه الجوارح لسانا ويد وخلفها عن الجزع وعن الشكوى لغير الله تتحول إلى راض ساكن هادئ مطمئن لما حصل مدرك أن الله أرحم بك من أمك وأنه سبحانه وتعالى لا يريد بك إلا خيرا وأنه مبتلاك بالضر إلا لأنه يحبك فتستمر رحماته يعزيك الناس وأنت في داخلك تكون لو هنؤون لكان بهم أولا إنها الصلوات التي تنزل عليك من الله ماها الرحمة التي تغشاك إنها الهداية والتوفيق من رب العباد سبحانه وتعالى الكلام به يحصل إمتى لما نستعين بالصبر ونستعين بالصلاة حدثنا له بقية وهنكمل في هذا النداء وما تبعه من آيات ومواقف وندعو الله سبحانه جل في علاه باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل ابتلاءنا بالخير وأن يرزقنا الشكر وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه وأن يردنا برحمته إلى دينه مردا جميلا غير مخز ولا فاضح اللهم وعلمنا يا ربنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما شكرا لكم ألتقيكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان